اشتركوا في القناة وتفعل الجرس عشان دايما نوصلها كل جديد النهاردة ان شاء الله حبيت اشارك معاكم طريقة صنية البطاطس بالدجاج والرز بالشعرية والملوخية المصرية طبعا الاكل كله ده مصري 100% فان شاء الله تابع معايا بس الخطوات وان شاء الله يطلع معاكم بنفس النتيجة بإذن الله تعالى الحاجة نبتدي بيها هي عصير الطماطم هنحطه يستوي مع التوابل والفلفل الرومي احنا هنحتاج في اتنين فلفل رومي يعني الفلفل اخضر حبتين حبة هنقطعها بشكل دائري وحبة هنبشرها والتوابل هنحتاج الكمون جزابيه فلفل سود ملح وفصان من التوم ومعلقة صغيرة من سلسة الطماطم بدون اضافة اي زيت يعني بصوا الاكلة دي يعني صحية 100% وممكن تضيفه بس معلقة ومعلقة ونصف زيت زيتون لو حابين هنسيب المكونات كده تستوي على روحتها نقلبها بس شوية كده وهنخليها تستوي على نار هادية وبعد ما ان شاء الله تبقى معانا صلصة هنضفها على الصينية اللي هنجهزها مع بعض النسبة للبطاطس لازم تكون حجمها مش رفيع خالص يعني مش رقيقة بزاف وما تكون شتخينة قوي عشان تستوي كويس يعني تكون الحجم بتاعها زي ما انتو شايفين كده وسط بعد كده هبتدي رص البصل اللي هو انا قطعته بشكل طولي اللي هو شكل الجوانح وبعد كده هبتدي رص الفلفر الرومي بالشكل ده عشان هسيب مكان للفراخ وبالنسبة للصص ممكن تضيفه يعني لما يستوي معاكم الصص ممكن تعملوا شوية صص كده على البطاطس وبعد كده تحطوا الفراخ او الدجاج وبعد كده تعملوا عليه الصص انتو هتشوفوا معايا خلاص هنا الصص بتاعنا جاهز زي ما انتو شايفين كده هنبتدي نغطي الدجاج بتاعنا بيه بس كنت عايزة اشير لحاجة بس بالنسبة للخضور اللي بتستوي من غير مية نهائيا بنغطيها بالورق الفويل اللي هو الورق القصدير الاليمينيو بس بنغطيها قبل كده بالورق الزبدة عشان تبقى يبقى اكلنا صحي عشان ورق القصدير يعني لو عملناه على الاكل على طول فبيبقى شوية يعني مش صحي خالص فعشان كده بعمل ورق الزبدة اول حاجة وبعد كده بعمل الاليمينيوم ملاحظة بس الناس سألتني ان الخضار هل هي بتستوي يعني بتستوي زي الزبدة كده من غير اضافة اي مية من غير اي حاجة ايوة طبعا عشان الخضار دي انا لو فاكرين في الجراتان اللي انا عملته قبل كده عملت فيه كوسة اللي هي الجرعة الخضرة والكوسة الوحدها بتطلع مية فلما بتطلع المية دي بتتبخر مع الورق الزبدة والاليمينيوم يعني مغطيينها يعني شوية المية دي اللي هو بتاع الكوسة او الجرعة الخضرة هو اللي بيسوي الخضار فالخضار بتستوي معايا زبدة وكمان تاني ملاحظة جاتلي بالنسبة للدجاج اللي احنا عملناه بالتدبيلة بتاعت الكيس دي هل الدجاج ده فيه ملح ولا لا هو التوابل بتاعته يعني مكتملا موجود فيها كل التوابل وكمان الملح يعني بس انا حابت اتكلم على النقط النقط دي عشان جالي سؤال عليهم يعني بالنسبة للخضار اول ما تعملوا نفس الطريقة دي تغطوا ببرق الزبدة وبعد كده الفويل بدون اضافة اي مية الخضار ما بتتحرقش وكمان يعني بتضيفوا عليها اللي هو النوع الخضار اللي بتطلع شوية مية فاتاكدوا ان الخضار يعني بتطلع معاكم زبدة يعني مستوية مية في المية خلاص هنعمل الطريقة دي هنشكل الصينية بتاعتنا عشان الدجاج الدجاج والبطاطس تستوي براحتها على درجة حرارة ميتين وعشرين هنخليها تستوي لحد ما نحس ان الخضار استاوت وبعد كده نشير الفويل ونخليها تتحمر على راحتها في الاتناء دي اجهز معاكم الملوخية المصرية الجميلة اللي انا بحبها قوي وللأسف مش موجودة في المغرب للأسف عندي المجمدة دي وفي منها الجفة او النشفة ان شاء الله ان شاء الله لما بقى انزل مصر باذن الله تعالى ابقى اوريكم الطريقة بتاعتها باذن الله انا حابت اوريها لكم وهي في الكيس كده بس هي معروفة عليها الملوخية المجمدة لما بتسيح بتبقي عايزة يعني تبقي عايزة تحطيها عشان تسويها بتطلع من الجوانب يعني بصوا هي عايزة تستوي بقى اي شكل فبندف عليها كوبايتين من شربة الدجاج وشربة الدجاج انا شاركتها معاكم قبل كده في الرؤى قلتلكم لو انتم ما حضرتوش شربة الدجاج يعني ما سلقتوش الدجاج بالشربة بتاعتو مش متوفرة عندكم ممكن تعملوا البديل لها وانا كنت شاركتها معاكم وانا هخلها لكم في صندوق الوصف باذن الله اتعرفوا طريقة شربة الدجاج وممكن تعملوا حتى شربة اللحمة يعني لكم الاختيار وهي الملوخية بتكون احلى بشربة الارانب هنا هنجهز التشعر وبالنسبة للملوخية ماينفعش انها تستوي كتير جدا عشان الخضرة بتاعتها عايزينها تبقى فريش فهنخليها بس تاخد غلوة بسيطة كده وهنقفل عليها وفي الوقت ده هنضيف التوم هنخليه يعني يصفر معنا بس شوية صغيرين الجفة اللي هي القزبر الناشف ومطحون بعد كده هجهز معاكو الرزب الشعرية وزي ما انتو عارفين انا جهزت معاكو قبل كده في الكشري الرزب الشعرية وهجهز معاكو النهاردة برضو هبتدي هجهز معاكو الرزب الشعرية اول حاجة هنخط الزيت يسخن شوية ومعاه نفس الوقت هنضيف عليه الشعرية عشان مجرد ما بيسخن الزيت على طول تتحمل الشعرية وعلى طول نضيف الرز والنصيحة اللي انا بنصح لكم دايما في الفيديوهات ان الرز لازم يتغسل كويس جدا عشان فيه نشا كتير والنشا دي هي اللي بتخليه يبقى معجن يعني ما بيبقاش مفلفل يعني ما بتبقاش كل رزايا لوحدها فهنا هخلي الزيت تسخن مع الشعرية وهتتحمل براحتها يعني مش هتتحرق خالص هي هتدينا اللون الدهب الجميل وهنا زي ما انتم شايفين التون بتاعنا خلاص بتدى ياخد اللون الاصفر بتاعه الجميل همضيف عليه دلوقتي الكزبرة وفي الوقت ده انا هقفل على الملوخية لو ملاحظين في طرف الفيديو الملوخية بتادت تغلي معانا غلوة بسيطة هضيف بس الكزبرة اللي هي الكزبر الناشف وهخليها بس يعني شوية صغيرين يعني مجرد انها ايه تاخد اللون الدهبي لسه ما وصلتش يعني اللون الدهبي اللي احنا عايزينه خلاص انا قفلت كده على الملوخية ودي اسمها الطاشة الطاشة دي لما تحسوا ان الملوخية ناجحة معاكم مية في المية الطاشة دي لما بتحطوها على الملوخية بتعمل كده والبش دي هي نجاح الملوخية خلاص هنا الملوخية يعني هخليها بس دقيقة كده وهضيفها وهتسمعوا معايا احلى بش بحظر معاكم مناسبة الملوخية انا حبيت اشكر اختي وحبيبتي اخت جوزي اللي هي صراحة عليها ملوخية فضيعة 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 يعني بالمعنى ده والله العظيم حبيت اشكرها هي اللي ورتني الطريقة السحرية بتاعتها دي لان انا من عشق الملوخية اول ما دقتها في حياتي حبيتها وحبيتها من اول شخص ان انا دقتها من عنده هي اخت جوزي اللي هي بقيت اختي الحمد لله فالصراحة الطريقة بتاعتها نكحة 100% وانا ما كنتش عارف اصلا يعني الصراحة ما كنتش عارف طريقتها خالص وعلمت هالي ربنا يكرمها وحبيت اشارككم يعني شاركها معاكم اهو هتشوفوا معايا احلى بش احذر معاكم بس وكمان احنا مش عايزين نضيع الكازبرة يعني مش عايزين نضيع الحاجات اللي على الطاصة اللي هي على المقلات مش عايزين نضيعها نضيفها كمان على الملوخية دي كمان حركة بيعملوها بس المحلات خلاص كده الملوخية جاهزة عندنا نضيف لها بس شوية فلفل سود وملح وخلاص بكده نكون خلصنا من الملوخية هنا الشعرية بتاعتنا خلاص ادتنا اللون الجميل الدهبي هنضيف عليها الرز وحنشوحها شوية صغيرين وكمان خلاص هنضيف عليها شوية ملح وبعد كده هنضيف عليها المية والمية زي ما قلت يا إما تكون دافية يا إما تكون سخنة عشان لو هي بردة بتخلي الرز يتعجم ونسبة المية ما تكونش يعني كتير قوي عشان برضو الرز ينجح معاكم لازم الرز بس ايه يعني المية تغطي بس الرز شوية صغيرين تشوفوا انتوا بتضيفوا المية تشوفوا ان الرز بيظهر عندكم خلاص هنا زي ما قلت لكم هنضيف بس شوية ملح وشوية فلفل اسود لأن الشربة فيها كل الحاجات يعني فيها الهيل وفيها الملح وفيها الفلفل اسود وفيها الماجي فيها كل الحاجات الحلوة خلاص كده الملخية بتاعتنا جاهزة هنا هنضيف الملح على الرز بالشعرية وبعد كده هقلب شوية صغيرين وحضيف عليها المية انا بأكد المية ما تكونش بردة خالص عشان لو المية بردة هتعجن لكم من الرز وبكده مش هينجح معاكم خالص مش هيتلع معاكم كل رزية لوحدة ده نجاح الرز بالشعرية او الرز يعني عمتا وتاني حاجة ان احنا بنسيبه بس يعمل غلوة بسيطة وبنوط عليه النار زي ما نقول ان احنا بنسويه على شمعة خلاص هنا لما بيغلي معانا غلوة بسيطة تحسوا ان المية تبخرت خلاص زي ما انتو شايفين انا حوط عليه النار خالص تماما بستوي خلال عشر دقايق بالكتير اتناشر دقيقة بتلاقوا الرز بتاعكو جاهز والكمية على حسب افراد الاسرة خلاص هنا لما يستوي معانا هقابلكم ان شاء الله في طبقة تقديم باذن الله يا حبيبي وسن نهاية الفيديو هو ده الشكل النهائي لطبق اليوم او اطباق اليوم اللي انا حضرتها معاكم بتمنى تنلقي اعجابكم حبيت اشارك معاكم فطرنا بتمنى ان شاء الله يعجبكم خصوصا انه مصر مية في المية ومصر هي بلد التانية وبفتخر بعادتها وتقالدها وتبخها برضو يعني ليا كل الشرف ان انا اعمل اكلات مصرية جميلة وان شاء الله انتظروني مع فيديوهات قادمة باذن الله تعالى اخليكم اقسيبكم او اخليكم في امان الله وقلكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة